أجمعت الخير وكاليوم رانا ضياف في مدينة روسي كادن عاصمة الفريزة والناس الطيبين والولاية المضيافن والرانا رانا في الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري وللأسف الصورة مؤسفة وتبين لك باللي ما زالنا في مسلسل المعاناة خاصة لما يتعلق الأمر بالشباب التعنا من ذوي الكفاءات وخريجي الجامعات هذا ما يعنيش أنه الأخرين ما نهدرش عليهم لكل إذي حقين حقها هذه هي الهدرة هذو خدموه ثمن سنين في هذه الوكالة مع التالي شقلوا لهم قالوا لهم رايقري بتخلاص الكونترا ومرونو فلي ومن جدو لكم يعني مرونو فلي والكمش العقد التحكم والعقود التحكم مما خلى الناس تستاء وتزعف وتحزن على مصيرهم ضروك الناس هذو ما هذا الفئة من الشباب راهم كسبوا تجربة في المناصب التحهم وراهم إطارات معناها الكفاءة العلمية وزيد لها الخبرة والتجربة وهذو كيفا حتى كسبوا التجربة وتنحيهم في آخر سبولة قطع أسباعه ومن بعد مورها وشكرا حديرا سيدي وهذو لي يا رامي خلصوا من عندكم مو يكلك الكونترا تترونو فليمعها مديرية التشغيل ومعلنهم والدولة را يدرت لهم برنامج اللي هو الإدماج أنا ما فهمتش الناس هذو كيفا رامي يخموا هما راهم استفسروا راهم قاعدين يستفسروا قال لك احنا مصيرنا كينلي عندهم عائلات كينلي أرامل كينلي شباب مقبل على الزواج هاي يقولوا ليش حالي يخلصوا هذه قولوا ليش حالي يخلصوا يخلصوا مليون ومص 15 ألف دينار 15 ألف دينار تقدر تكفي حاجية انت على العائلة هذي ولا العائلات ولا الناس اللي تخدم على عائلة هاي واحد وحدو ما تكفيش على راسو ما تكفيش هذي يزادوا وقفهم عليها لما راح الصحفي استفسر المدير مكة شو قال لك كين قضايا فساد هدروا معاني بالمدير هدر معهم بحد اللونجاج يقولوا باللي الصح يوصل والكذب يحصل هاو قولهم الصحة الفيرتية سيد الني بالمدير وانت بقيت محفظ مع انت ما حبيش دير ديكلاراسيون الصحفي قول واش كين باش صحفي يتنوروا نوروا الرأي العام وحتى الناس هذو يعرفوا ما صيرهم راي بقي بقين في نفقين مظلم ومزدود هكذا يعامل أصحاب الكفاءات اللي حقهم فت في الإدماج ولي حقهم باش تترون الفلاولهم الكنترا وفاهموهم ترجمة نانسي قنقر